اللقاحات نوعين يأما بتدي مناعة قصيرة ده نتيجة ان الفيروس نفسه بتغير بسرعة ده زي الأنفلوانزة كل موسم بنغير اللقاح وهي بتقعد الفعالية بتقعد تقريبا ستة شهور فقط في لقاحات زي مثلا ان شاء الله الأطفال التطعمات كلها بتاعت ولادنا هي مرة واحدة بيبضل بها طول العمر احنا دلوقتي مش عارفين ليه لان هو اول حد خد اللقاح عد عليه ستة شهور فالستة شهور دول في حماية احنا مش عارفين بقى ستة شهور دي هتكمل سنة ولا سنتين لذلك وطبعا كل الناس بتاخد لقاحات على مستوى العالم حاليا بيتموا متابعتهم يعني احنا بنتابع يطارى مضادات الأجسام موجودة في جسمه لا كل شهر يعمل تحليل كل شهر حسب بقى كل بلد وكل بروتوكول للفاكسين نفسه والتحليل دي بتبين دكتور مثلا ده فيه مضادات الأجسام ده فيه الأجسام مضادة للجسم بينتجها ولا لأ فممكن ألحقه لو حاسدت ان الموضوع ده بيقل يعني الجرعتين بينهم قد ايه ولو اكتشف ايه في التحليل فيبه هو محتاج ياخد لقاح تاني هو عموما دي نقطة كويسة يا صاحبه هو لازم الحماية تبقى بعد الجرعة التانية الاولى دي ما بتديش الحماية الكاملة بعد كده عما بيعمل التحليل لمضادات الأجسام بعد ستة شهور ومالقناش عن مضادات الأجسام ده معناه ان خلص يبقى كده اللقاح ده بالذات لقاح موسمي ده بعد فترة زغيرة ده معناه ان في الموسم الجاي هنضطر ندي لقاح تاني اتمنى ده ما يحصلش وان على الاقل يكون اللقاح بيدي مناعة سنة لسنتين على الاقل بحيث ان احنا نعرف نخرج من عنق الزجاجة ونرجع تاني لحياتنا الطبيعية الى حد ما يعني